السؤال بيقول حضرتكو تقدروا تشوفوا معايا ونجرب كده مع بعض السؤال ما مصير الوضع الأمني في مصر لو لم تندلع ثورة 30 يونيو وترحل جماعة الإخوان عن الحكم طبعا ده سؤال فريق برنامج التاسعة احنا بنسأل السؤال يا ترى الذكاء الاصطناعي هيجيب بايه نشوف مع بعض الإجابة الأولى من الصعب توقع ما سيكون عليه الوضع الأمني في مصر إذ لم تندلع ثورة 30 يونيو وترحل جماعة الإخوان يعني هو بيقول صعب كان التوقع عن الحكم ولكن يمكن أن نستنتج بعض السيناريوهات المحتملة دي استنتاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي من الإجابة على سؤالنا إيه هي الاستنتاجات؟ استنتاج الأول بيقول استمرار الاضطرابات يعني هو كان بيشوف أنه هيبقى فيه اضطرابات وعنف كانت هناك اضطرابات وسراعات متصاعدة قبل ثورة 30 يونيو ومن الممكن أن يكون الوضع الأمني في مصر مستمرا في التدهور والعنف في حالة استمرار حكم جماعة الإخوان إذن ده السيناريو الأول اللي بيقدمه الذكاء الاصطناعي لنا نشوف اللي بعده طيب بيقول إيه السؤال في الإجابة السيناريو التانية أو الإجابة التانية تعزيز الأمن والاستقرار ده العنوان نشوف تحته بيقول إيه إذا تم تنفيذ تغيير سلمي للحكم دون ثورة دي نقطة مهمة جدا هقول لكم إيه فقد تكون هناك فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في مصر عبر اتخاذ إصلاحات أمنية وسياسية أفكركم السيناريو اللي بيقول عليه هنا الذكاء الاصطناعي فاكرين حضراتكم لما الفريق عبد الفتاح السيسي يعني تحدث مع جماعة الإخوان وطلب منهم إنه يكون فيه انتخابات مبكرة وإنه يكون فيه أمن فيه سلم وأمان ولكن وفاكرين المهلة اللي كانت قبلها 48 ساعة والحاجات دي ولم يعني يمثلوا لأي شيء أو حتى ينتبهوا أو يغيروا من أي شيء فإذا هنا الذكاء الاصطناعي بيقول إن كان ممكن يبقى فيه فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في مصر عبر اتخاذات إصلاحات أمنية وسياسية ولكن هذا لم يتم من جانب جماعة الإخوان طيب ثلاثة بيقول إيه تواصل التوتر السياسي طبعا وده اللي كان حاصل في حالة استمرار الإخوان في الحكم ده ماذا لو لم تندلعوا وقتها إن هم يفضلوا فيه مشاكل سياسية لو فضلوا في الحب كان من المحتمل أن يستمر التوتر ده لو ما قمتش الثورة السياسي في البلاد وقد يزيد من احتمالات حدوث اضطرابات وصراعات داخلية إنه ده كان التصور الخاص عندهم